أهلاً بكم بفيديو جديد من موسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن كم مدة استخدام العصفر للخوف والقلاق سر استخدام العصفر لعلاج العديد من الأمراض النفسية مثل أعراض الخوف والقلاق هو احتوائه تقريباً على 32% من مادة التريبتوفان ويقال أن هذه المادة تدخل المخ وتتحول إلى هرمون مسؤول عن السعادة والمعروف باسم السيروتونين يعمل العصفر على زيادة إنتاج عناصر مثل الزنك وحمض الفوليك التي تزيد الشعور بالفرح والسعادة والرضا ويزيل أي إحساس بالهم أو الحزن والاكتئاب تناول العصفر يعطي للفرد شعوراً بالهدوء ويحسن من حالته النفسية والمزاجية طريقة التحضير يوضع العصفر داخل إناء به كوب من الماء الساخن جداً ينصح بتركه لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ وقته وينزل العصفر في الأسفل يتم تحليته بعد ذلك ويفضل ترديد بعض آيات الذكر الحكيم عليها كم مرة يشرب العصفر في اليوم؟ ينصح بتناوله قبل النوم بساعتين ويعتبر هذا الوقت هو أفضل الأوقات على مدار اليوم والأكثر تأثيراً بالإضافة إلى أنه يمكن تناوله على مدار اليوم متى يبدأ مفعول العصفر؟ يختلف موعد ظهور مفعوله طبقاً لطريقة تناوله وذلك على النحو التالي في حال تناوله عن طريق الفم فسيظهر مفعوله بعد هضمه بوقت قليل أما في حالة وضعه على الجسم فسيظهر مفعوله بعد وقت غير محدد حسب سمك الجلد أما إذا كان العصفر تم تناوله عن طريق حقنة في الوريد فسيظهر مفعوله في الحال فوائده للخوف والقلاق يحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تعمل بكفاءة في تنظيم الهرمونات داخل الجسم تلك الهرمونات التي تسبب الشعور بالخلل وعدم التوازن وبعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والوساوس يحفز المخالة إنتاج بعض المواد والعناصر مثل هرمون السعادة الذي يتسبب في شعور بحالة مزاجية جيدة وهدوء عام يقال أن له فوائد عظيمة في علاج السحر والوساوس القهرية والقلق المزمن الذي يعاني منه البعض وخاصة الأفكار التي تراود الأشخاص بشعور من الخوف الدائم في المستقبل يذكر أنه كان يستخدم كعلاج لبعض الأشخاص المصابين بزيادة كهرباء المخ والتي ينتج عنها حدوث تشنجات للفرد تناول العصفر يعمل على تخفيف بعض آلام المفاصل والروماتيزم والعضلات إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا كم تسووا اللايك وسبسكريب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتا